موسيقى للمرة الرابعة عشر يرجع مجلس الوزراء اللبناني جلسته لمناقشة بنود ميزانية الدولة للعام 2019 فقد رفع المجلس جلسة اليوم وأجلها إلى يوم الأحد المقبل دون الاتفاق على بنود الموازنة خاصة فيما يتعلق بخض ميزانيات الوزراء والترافق جلسات مجلس النواب مع تحركات احتجاجية على ما أثير من تخفيضات قد تطال رواتب أو مخصصات موظف القطاع العام حول هذا الموضوع معنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي حنة صالح سيد حنة أهلا وسهلا بك على سكاينيوز عربية ما أسباب تأجيل هذه الجلسات حول الميزانية حتى لا يكون هناك أي التباس الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء التي تبحث في الميزانية ليست دليل جدية وليست دليل مسؤولية هناك ارتجال يسود لبنان منذ سنوات أدى لأن يكون لبنان بلد فيه مديونية تفوق المائة مليار دولار ولا تقدم الحكومات المتعاقبة أي رؤية لإيجاد بصيص أمل أو بداية حل قبل بضعة سنوات قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في فزلكة موازنة العام 2007 إن الفساد مشرع بالقانون منذ ذلك التاريخ لم نشهد كلبنانيين أي محاولة لوقف هذا الفساد المشرع بالقانون بمعنى هناك موظف يتقاض راتب 12 شهر في السنة وآخر 16 شهر هناك دولة تقر سلسلة رتب ورواتب تعتبر أن تكلفتها 800 مليون دولار وعندما أقرت في بداية إقرارها قالت لا الكلفة وصلت مليار و200 مليون دولار وعند التطبيق بلغت ملياري دولار أي أن دولة لا تعرف عدد موظفها أكثر من ذلك كل ما يدور يدور وفق مقايضة مطالبة القطاع المصرفي بجزء من فوائد المدعين وهنا مساواة بين من يملك 10 ألف دولار ومن يملك 10 ملايين نفس الضريبة وهذا أمر خاطئ جدا ويمر حولها مد اليد على جيوب الناس هذه الحكومة لا تبحث مطلقا بأماكن الفساد برأيك لماذا سيد حنة لماذا لا يفتح ملف الفساد في لبنان ما الذي يخيف في هذا الملف وهل يتم الفساد بدون أرار سياسي هذه الطبقة السياسية الحاكمة هي حاكمة منذ عام 92 تغيرت بعض الوجوه إنهم نفسهم وهم كلهم مسؤولون عما هو حاصل في البلد لبنان يعاني من اقتصاد أسود الأرقام الرسمية أن الناتج هو 55 مليار دولار لكن الهيئات الاقتصادية روي بادار وأحد الاقتصاديين يقدر أن الاقتصاد الأسود الغير مسجل لدى الجهات الرسمية ولا يدفع عنه ضرائب يبلغ خمسين بالمئة آخرين يقدرون بين ثلاثين واربعين بالمئة لنأخذ مثل في ميزانية العام 2019 واردات الجمارك هي نفسها كما كانت في العام 2010 هل هذا صحيح؟ ارتفعت فاتورة الاستيراد مليارات وبعد العام 2011 إلى الآن زاد الشعب اللبناني شعب آخر الشعب السوري مليون ونص ألا يستهلكون؟ أين تذهب هذه الأموال؟ هناك اقتصاد موازي لدى حزب الله هناك اقتصاد أسود لدى الفئات الحاكمة لا يريدون أن يخففوا حجم النهب الذي يضعون يدهم عليه ويذهبون باتجاه جيوب الفئات الأكثر ضعفا كم بعزيزي مطلوب في لبنان؟ من المتوقع أن تكون هذه الموازنة الأكثر تقشفا في لبنان حسب ما يتم التداول سيد حنة هل ينجح التقشف؟ أكثر سريقة هل ينجح التقشف في إيجاد حل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان اليوم؟ أعتقد أن موضوع التقشف سيدرب البلد يعني وخف الإنفاق وخف العجلة الاقتصادية لا إنقاذ بدون الذهاب إلى المغاور الكبرى في البلد صحيح لابد من حلول تقنية لتوحيد معين بمستوى الرواتب بين مزدوجين هناك كبار المسؤولين يتقاضون أكثر من راتب هذا فساد بالقانون هذا يحل بحل تقني بإصلاحات قانونية لكن هناك مصادر عديدة للمال مصادر دخل عديدة في البلد لا يتم استفاء الضرائب عنها لأنها تذهب إلى جيوب القوى النافذة كأن لبنان مطلوب منه من جهة أن يتحمل وزر حروب تشن في الخارج جيوش تنفقها تقرر طهران هذه الميزانية لحزب الله ومقابل الميزانية التي تصل لحزب الله يأخذ الآخرين حصاصهم في العام 2016 حصلت كارثة في لبنان التسوية الرئاسية هي تسوجت محاصصة فساد ومنذ ذاك الوقت التدهور فزيع ولا تجد الطبقة السياسية أي غضادة أن تمد يدها على جيوب الناس هناك اقتراح أن الأرملة التي تتقاضى معاش تقاعد زوجها المتوفي يجب أن يتم حسم راتب تقاعد الأرملة وهو دفعه زوجها هناك أمور بالغة للفجاجة توجه باسم اللبنانيين كأن اللبنانيين مستأجرين وليسوا أصحاب البلد شكرا جزيلا لك سيد حنى صالح الكاتب والبحث السياسي حدثتنا من بيروت